مرحبا في قناتي هيبريشز وصفة اليوم شوكولات شيبس كوكز كوكز بإطاع الشوكولاتة من أطيب وأروع وصفات الكوكز اللي ممكن تجربوها في البداية بذكركم تعمل سبسكرايب للقناة ويلا نبدأ الوصفة مع بعض المقادير اللي بحتاجها كوب ونص طحين رح أحتاج لبيضة بدرجة حرارة الغرفة معلقة صغيرة فانيلا كوب إلا ربع من السكر البني الرطب وربع كوب سكر أبيض رح أحتاج لـ 100 جرام من الزبدة الليينة ورح أحتاج لنص معلقة صغيرة بيكينج سودا وربع معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة نشا ورح أحتاج لكوب من الشوكولات شيبس أو الشوكولاتة المقطعة في البداية رح أخلط المواد الجافة مع بعض الاطحين والبيكينج سودا والملح ومعلقة صغيرة من النشا رح أخلطهم كلهم مع بعض ممكن أني أنخلهم أو ممكن أني أحركهم بالشبك مثل ما أنتوا شايفين بهذا الشكل رح أستخدم العجانة حطت مضرب الكاء أو الخاص بالكوكز رح أنزر الزبدة الزبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة لكن ما بتكون دايبة بتكون ميلة شوي للبرودة رح أحط السكر البني الرطب السكر البني الرطب الفاتح أو اللايت مش الدارك ورح أحط السكر العادي ورح أخفؤهم كلهم سواء مع بعض خفقتهم لحتى صار المزيج عندي كريمي رح أفرجكم هلأ كيف القوام اللي وصلت له شايفين صار المزيج عندي كريمي واختلط كله مع بعضه هلأ رح أضيف البيضة والمعلقة الصغيرة من الفانيلا ورح أكمل الخفاء لحتى تنتزج مع البيضة وتختفي طبعا أنا بسرع المقاطع الخفاء لحتى ما تكون طويلة كتير مهم عندي أني أكشط الحواف أنزل اللي على الحواف لحتى أضمن أنه كل المزيج اختلط معي مع بعضه وهيكي نخفأ عندي المزيج كله مع بعضه شايفين القوامي كريمي والزبدة ما فصلت لأنها المواد كلها بدرجة حرارة الغرفة كتير مهم البيضة والفانيلا كل المواد اللي بستخدمها السائلة تكون بدرجة حرارة الغرفة هلأ رح أحط المواد الجافة رح أنزلها كلها مرة واحدة ورح أخلطها خلط سريع ما ببالغ بالخفاء لما بزيد لطحين بس مجرد ثواني إنه لطحين يختفي أبوقف عندي العجانة وهيك صار عندي خليط الكوكيز جاهز الخطوة الأخيرة رح أضيف شوكولات شيبس أو شوكولاتة مقطعة أنا بحب أجيب اللوح شوكولاتة أو أقطعه رح أخلطها بهذا الشكل طبعا الشوكولاتة ممكن تكون دارك ممكن تكون متوسطة ممكن تكون شوكولاتة بالحليب حسب النوع اللي أنتو بتحبوه باستخدام معلقة الآيس كريم الحجم الوساط ممكن إني أعمل على شكل كرة طبعا بكورهم بإيدي وبحطهم بصينية مبطنة بورق الخبز طبعا مش ضرورية معلقة الآيس كريم ممكن باستخدام الإيد باخد أطعه بحاول بس طبعا يكونوا كلهم حجمهم متساوي بكورها وبحطهم بس لازم يكونوا متباعدين عن بعض ولإضافة كمية من الشوكولات ممكن أرجع أحط كمان قطع من الشوكولات على الوجه متل ما أنتو شايفين هلأ رح أدخلهم الفرن الفرن عندي حامي وجاهز على درجة حرارة 180 الرف في الوسط من 8 ل 10 دقايق بس مش أكتر من هيك نهائيا وهيك بعد ما طلعوا من الفرن طبعا أول ما يطلعوا من الفرن بيكونوا طريين ما بقرب عليهم ولا بشيلهم من الصينية بتركهم بالصينية بيكملوا النضج طبعهم بداخل الصينية شايفين كيف الحبات لمعتهم حلوة ولو تحسوهم بإيدكم رح تلاقوهم إنهم لسا طريين وهي الكوكيز شوفوا اللمعة من فوق شوفوا لون التحمير من الأسفل اللون بيرفكت رائع رح أفتح لكم حبة تشوفوها من الداخل الشوكولاتة دايبة وطعمه غني ورائع رائع جدا صدقوني هالطعمة ما بتلاقوها لا بأي كافية ولا بأي محل ما في شي بنافس الكوكيز المعمول في البيت رح فرجيكم الطراوي عدش هو تشوي وطري جربوا هالوصفة متأكدة رح تعجبكم ورح تحبوها كتير بذكركم تعمل سبسكرايب للقناة لمزيد من الوصفات بتمنى الفيديو يكون عجبكم استمتعتوا واستفدتوا منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر